حتى بتبدأ أيام الحرب العالمية الثانية وتحديداً في ألمانيا وبالجنوب بيقفشوا مستكشف أمريكاني اسمه أندي وبيبدأوا تحييق معاه فلما بيلاقوا أن ما فيش أي فايدة منه فبيأخدوه عشان يعدموه وابل لما ميت عيد ما بالصحاب بتنزل قنبيلة بتفجر المكان باللي فيه باللي عليه مع ده أندي عشان هو كان متعلق على حبل المشنقة وعشان البطل يعني في الصباح الفقل إما ما بالصحاب أندي بيضل أن هو يفوك ييد وبينزم من هالحبل بنجاح والحمد لله بيروح بعد كده يقتحم قطار النازيين عشان يسرق منه قطع أسرية مهمة فاشخة اسمها لونجيونوس مش عاما مهم إنها قطع أسرية مهمة ملكش دعب اسمها يعني في لقاطة رقائد النازي بييفش علم الأثار اللي اسمه باز واللي يبقى صاحب أندي وبيبقى زعيدة هيعذبه ويستجبه فيه وأندي بيعمل نفسه عقيد نازي وبياخد اللونجن بتاع الأسرية دي ولكنه بيعرف إن القطع دي مزيفة مش الأصلية وبيبدأ يضوع على قطع تانية اسمها الأنتكثيرة المهم إن دي قطعة تانية خوية لدى إنها ممكن تخلي الشخص اللي يمتلكها هو أقوى إنسان على الإطلاقة المهم أندي بيتكشفها عشان اللي دوم اللي لبسها فيها رصاص يعني هو اللبس اللبسه ده لبس يعني هو اللبس اللبسه ده بتاع شخص ميت أصلا يعني كل القطار بعد كده بيبدأ إنه هو يطرده لحد لما بيوصل لباز اللي بيكون في مكتب القائد وبيضرب مساعد القائد واللي اسمه شمدت مش هارف ولا إيه ده وبيلاقي معا نص قطعة الأنتكثيرة دي هبيقول ساعي تتعشد كده أنا حنقص باز بقى دلوقتي وبالمرة نقيت النص بتاع الأنتكثيرة بياخد بعد كده بعضه هو باز وهاته كفكيكة في السكة كده بصوحاب بيرمل القائد النازمين على القطره بيكسروا رجله وكده كده هتلر بيكون قتل نفسه أساساً والنازية خلصت منيش دعوة بيهم أندي وباز بينطهم فوق القطر المياه وبيقدر يهربوا بنص الأنتكثيرة دي بنطلق بعد كده سنين قدامها أندي هو عجوز وعمل مشاكل مع جارو عشان جارو قاعد يشغل أغاني بصوت عالي أولا انت راجب نواحشة بصحيح المهم جارو بيقوله أن النهاردة يوم أجازة ويعبد بقى لو عايزه براحته كده كده ما عندكش شغل يا عم أندي جونز بقى وأندي بتبقى حياته كأيبروتونية كأي بروفيسير أصار في جامعة في المحاضرة بيقول لهم أن في سنة ١٢٣ قبل الميلاد حصلت القوات الرومانية مدينة سريكيوس وسعيتها طلع أشهر سكانها واللي اسمه أرخيمي ديس عشان يدافع عن وطنه عن طريق أنه هو سخر طاقة الشمس بتاعت البحر المتوسط ما مش عارف هو عسن فيه شمس البحر متوسط شحر البحر والشمس البحر اللحمر يعني والمهم أنه هو استخدم ميلاد مقاعرة ووجهها الأسطور الروماني وقدر أنه يقلب موازين الحرب هتقول يا تب إزاي أصطى ده حصلت قولك يا أصطى مقاعرة عارف أنت أصلا ما تجيب المكبر ده بيحطه في الشمس ليه بيارحل الحاجة هو عمل كده بس مريات ضخمة يعني بس أنت بالصحاب بيقول للطلاب إحنا إزاي نتأكد من اللي حصل ده حصل فعلا لمؤاخذة يعني ما ممكن يكون كل ده فاسي تاريخه ما حصلش ففيه ساعتها واحدة من الطلاب بتبقى هي الوحيدة اللي مركزة مع عندي أصلا بتقوله عن طريق الأنت كثير وقبل ما يكمل له محضرة بيجي طلاب معهم تليفزيون كده وبيقطعوه فبياخد بعض وبيمشي بيكونوا بعكاس زملائي وعمل له حفل التقاعد كده عدايق بإنه هو بقى الراجل خلاص عجبز وكبر بعضنا كبير أندي بيروح يسكر في بار و تدخل على البنت اللي كانت مركزة معها في المحضرة واللي اسمها هيلينة قولما بتقول اسمها لأندي بيفتكرها وإنها تبقى بنت باز الله يرحمها الراجل باز خلاص بتكون بقى أبو الصحابة عاملة دراسة على الأنت كثيرة دي وبتكمل البحث بتاع ابوها الله يرحمه باز أبوها بقى أبو الصحاب كان قال إلها إن هو أندي لقوا نص الأنت كثيرة دي فأندي ساعيتها بيقول لها إن ده كان من زمن بعيد قوي ده غير إنها ضاعت منه في نهر في جبال القلب أصلا بس هنا بنت باز الله يرحمه بتقول إن النهر بيصبه في مكان واحد بس واكي ندوس الأنت كثيرة هناك بما إن أنا بس اللي عارفين مكانها فأفكر إن إحنا نروح ونجيبها يعني فهم أنت وأخيراً تبقى معروفة عن مقنديانة جونسفان بدل ما انت حياتك مفشوخة كده وبياخدها معاة لمكان معين بتبقى فيه بنت بتتجسس عليهم كده بالصحاب وبتقول للقائد النازي على مكانهم الله هو النازي النساء موجودين ولا إيه الكلام أندي بياخد دينا لمكتبة اكتشافاته واللي بتبقى فيها نص الأنت كثيرة وبيقول لها إن أرخاميديس اكتشف إن حركة الكواكب والأمر مش مثالية آه يا عم المرحدين المهم هو إن هو قدر بالمعلومة دي يصنع جهاز يتنبأ بحركة المد والجزر والحواصف والأعصير بس بظل لا يرحمه كم مصدق إلينا أنت كثيرة ممكن تتنبأ بحاجة أكثر من كده تقدر تنبأ مثلاً بالشوق الزمنية ومتسقنيش إيه ده عشاناً ذات نفسي يعني مش فاهم قوي لا أنا فاهم بس اللي اسكتريتها مش فاهم يعني الشوق الزمنية يعني تقدر تنبأ إن مثلاً بص يا أصطفيف المهم القائد النازي وجنوده بيوصلوا للمكتبة أندي وأول لما هلينة بتشوفهم بتاخد نص الأمتة كثيرة وبتسلم الحجة أندي لتسليم أهالي وبتجري البنت بقى بالصحاب الجزوسة بتحاول تفاهمه إن هم مش عايزين يقزوه ولكنه بيوقع على رفوف على الجنود وبيجري وقبل لما يتصل بالشرطة الجنود بيقفشه أمه وبياخده يستجوبه ولكن أندي بيستغن إن فيه زحمة وثوره كده وبيضرب الجنود وبيحاول إن هو يهرب من تاني وبعد متأرضة كبيرة سيقة أندي بيقضى إن هو يهرب في قطره الحمد لله أندي بيقابل صديق قديم ليه اسمه صلاح من مصر وتحديداً بين الصعيد عندكم في الصعيد ويحد اسمه صلاح المهمة بالصحابة إن صلاح ده بيخبي في بيته صلاح بيقول إن إلينا سلات الأنتكسيرة عشان تعرضها في مزاد الأسر المسروعة في المغرب ولازم أندي يرجع الأنتكسيرة دي فأندي ساعتا بياخد معده وبيسافر على المغرب يلا بينا على مراكش يعمل أندي بيوصل بقى كده إلى المغرب وبيخش في فندق أو كبا دي يعني مش قادر نتأكد يعني اسمه أتلانتك واللي بيبقى فيه المزاد وفعلاً بيلايه دينا جوه وبيخش معاه في المزاد وبيلايه يبقى كاشر ميد الداخل عليه هو وقنوده عشان ياخد الأنتكسيرة هو كمان شميد الدبق أبو الصحابة بيتعرف على أندي واللي حصل زمان أو على الآطر وانت لسا عايش يا رجل تده بعد كده معركة على الأنتكسيرة فأندي بيطلع على جورباكس الداني المشهور بتاعه ولو انت طبعاً عارف أندي أنا جونز فأنت عارف الجورباكس والانتكسيران بعد كي يابو الصحاب بيضرب كتير حبتين شميد الدبق بياخد الأنتكسيرة وبيهرب هنا بعد كي بيجي لها صاحب الفندق اللي اسمه راحيم واللي بيبقى مجرم كبير فاشخلة وبيزنقها عشان هما سرقت منه ختمة بلي كده وعندهم ماضي مع بعديهم مش لطيف ولما هلينة بتجري بيبقى جنود وقراها يترضوها فأندي ساعتها بيركب توك توك هو هلينة وبيحاول يهرب وبالمرة بيترضو شميدة اللي بيكونها عربة عربية شاف أنا هيترضو عربية بتوك توك ولا إما علينا بعد مغطارة يا كبيرة حبتين ده 4-5-6 أندي وهلينة بيعرفوا يهربوا من الرحيم ولكنهم مش بيعرفوا ياخدوا النص الأنتكسيرة والرسومات اللي بتدل على النص التاني كانت معها شميدة برضو المهم هنا بعد كبير بتقول لأندي إنها حافظة الرسومات اللي معها شميدة اللي فيهم مكان النص التاني من الأنتكسيرة والمفروض إن إحنا نروح قبله بدل ما شميدة يستحوز على الاثنين مع بعض النصين إحنا يعني حلقاني بيبقى نص فهينا وأندي بياخدوا بعضهم لمكان الأنتكسيرة التاني اللي المفروض في بحر إيجا في اليونان هينا وأندي بيوصلوا ليونان وأندي بيقابل صديق قديم له اسم ريني ويبقى عنده مركبة ويقدروا بيها ويدوروا على الأنتكسيرة في نص بحر إيجا هنا بتقول لأندي إن أبوها بظل لا يكحيموا مطرح مراح قدل إنه هو يتواصل مع الغواص إلي لقى نص الأنتكسيرة وقال له إنه هو لقى الأنتكسيرة في مكان معين في البحر التعيجة على العمق مش بعيد في سفينة رومانية متحطمة والمفروض إن باقي الحطام يكون راح مع طير المياه ناحية المحيط في عمق كبير حابتين يعني أنت فاهم بيعني شوين حيسابك كده بالطيور فاهم نعرف بك أنا فين المهم المركبة اللي عليها أندي وهينا بتوصل للمكانك بيلبسوا بعكاب دا للغوص وبينزلوا مع الغواصين لحد حطام بتاع السفينة وبيدعوا يدوروا على الأنتكسيرة أندي بيلايه صندوق من الواضح إنه نعلقه بالأنتكسيرة ولكن بعد لما بياخدوا تعبين البحر بيهاجموه وبيحاول إنه هو يغرم منهم ولكنهم بيبقوا أكتر حابتين فساعتها بيشغل شو علا بتشوفها هلينة وبتيجي عشان تنقذ وقد قلتها بإزاي شو علا اشتغلت تحت المياه بكعمل حاجة دي عجب بتاعه ده غوص منكش تعمل انت بيها ولكن المصيبة إنه شمدت وجنوده ووصلوا عن مركبة وسحبوا هلينة وأندي والغواصين من أفا أمهم واخدوا ساعتها منهم الصندوق ولما بيفتحوا بيلايه المكتوب عليه بشفرة اسمها مربع بليوبيوس ماش حدرى إيه لقسم التركيب لا علينا ولكن أندبوا صحابه هلينة بيكونوا الوحيدين اللي يعرفوا يفكوا شفرة المربع بتاع بليوبيوس بول 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 ده ولا ماش حافظ اسمهم بليوبيوس ده المهم شبيلت بيحاول يضغط على أندي عشان يفك الشفرة ولكنه بيرفض فاشمدت ساعتها بيطلع سلاحه وبيتريني الله طيب انا مانا يا نعم بلعطي يعني هلينة بعكا بتقوله منها يا باشا هنعرف بفك لك الشفرة عادي بس إنتا قتديني في المقابل ساعتها شبيلت بيديها كم ماسة كده والصراحة أنه لما كان هلينة حوافق بتاع في الماس بكام دلوقتي يبه المهم هلينة بعكاة تبدأ تفك الشفرة وبتقول إن مكتوب إن النص التاني من أنتا كثيرة مع أرخي ميدس فأبره وتحديدا في مكتبة الأسكندرية تحت تمساء المعين الله حيكون لأسكندريا المهم من فبصحابه وسط الكلام ده هنا بتاخد سجارة من شميدتو في الخباسة كده بصحاب بالسجارة بتولع دربيت وتفجر المكان كله بتاخد بعكاة بعضها هي وأندي وهتا كيف هيك على المركبة اللي جيبيها شميدت هنا بعكاة بتقول لأندي ما تخافش عامل حاج يعني القبر أصلا مش في اسكندرية أساسا أكيد أرخي ميدس مش هكخالي موضوع سهل قوي كده وأندي بيلاحظ إن القطعة اللي عليها الشفرة تقيلة سيقة سيقتين كده فيولع فيها حرفيا ولما بتسيح بيظهر جواها دائرة دهم مكتوب عليها إن النص التاني تعال أنتا كثيرة في كهف اسمه مهم إنه الكهف نفس السقاليين على أب وم ياسمه يا عم قربت أم اليونانيين المهم أندي ولينا والمساعد بتاعها بيوصلوا لسقالية المساعد بعكاة بيتمشي حبتين وبيروح يسرق ولد ويشتري بالفلوس اللي سرقها دي جيلاتي ولسه هيأخذ أول لحظة بصاحب بيطلع عليه عمنا شمدت وجنوده وبيقفشوا من أفا أم وبياخدوه معهم كراهينة وقائح ويجعتي هو الأيس كريم يعني يعني لانت تقافة مختلفة أندي بعكا بيشوفوا اللي حصلوا وبيقول لي هينه وبيتجهوا للكهف قبل ما شمدت يوصل هناك بيوصلوا بعكا للكهف والتحديد للمكان اللي المفروض فيه الأنتاكثيرة بعد شوية التصلغ بيقدر يوصل مقبرة أرخيميديس وبيلاقوا جواها نص الأنتاكثيرة وكما بيلاقوا الصحاب من أرخيميديس كروات شاقي ولا بساعة في ايده ايه ده لا بساعة في ايده؟ ده شكل الأنتاكثيرة شغالة فعلاً وبيتخلي الشخص يسمر بالزنق ولا ايه يعني المهم قبل ما هيلينا وأندي يفهموا اللي بيحصل بيخش عليهم شمدت وجنوده وبياخد نص الأنتاكثيرة منهم بيراكم بعكا نصين مع بعض وقبل ما يشغل بينط عليهم الواد المساعد بتاعه هنا وتبدأ ساعتها معركة ما بينهلينا ومساعدها وأندي يضد شمدت وجنوده هنا والمساعد بيعرفوا يهربوا ولكن أندي بياخد رصاصة وشمدت بيفشوا من أفا أمه بياخدوا بعد كه معاه هو بالأنتاكثيرة وفي السكة يشمدت بيقول لأندي أنه هو عايز يرجع بالزمن ويقت الهتلر وياخده مكان وإلوا ساختي أسطا بيرز بعد كهى لبس النازيين وبيجاهز نفسه واجنوده للسفر عبر الزمن عن طريق التشققات الزمنية اللي قال لك هذا أنت كثيرة بيرصودها شفت بقى يا أسطا أنا ما كنتش بكذب عليك وإن أنا السنة بفوق كنت أبقى عالم بسمك مع مجابش المهم بيقض بعد كده أندي معنا الطيارة وإهلينا بتتسلم على الطيارة وهينا بتتسلم على نفس الطيارة والمساعدة بتاعها بيسوق الطيارة وراهم وفعلا الطيارة يتعدي من الشق الزمني وبيرجعوا بالزمن لورا ولكن هم بيش بيرجعوا أيام الحرب العالمية التانية بيرجعوا لأيام حصر الرومان لمدينة سيوركيوس أصلا قلت اسمها غلطة حتى بقى وحشة قوي المهم انهم بيرجعوا مدينة سيوركيوس أو بمعنى صح لسنة ميدين و13 قبل الميلاد ده المهم بتفكر ان الطيارة دي دنين ولا حاجة يارس ود تعلب المهم بتفكر ان الطيارة دنين فبيقوموا ساعي تضربين عليهم رماح فاشخنها ولكن عندي ونينة بيقولوا السلام عليك وإحنا بقى رجالة وبيخدر برشطات وبينططه الطيارة باللي فيها باللي عليها بتقع وتتدمر أرخيميدس بيروح لحطام الطيارة وبيقول هلي شيت ايه ده رجالة وبياخد الساعة اللي كانت في ايدي عمينا شمدت يحطها في ايده ودي كانت نفس الساعة اللي كانت في ايدين عمينا ارخيميدس في المخبرة برضو بتاعته المهم بيلابع كامعة لانتك سيرة فبياخدها في السكة وعند اندي وهلينا انتي بيديها وقع فيها ارقام ويقول لها كيف سير ارقام دي حط رواحك البيت انا هنحفضل قاعد هنا في السير كوركوركوركوس دي يعني منظر حلو سيقة يعني وقبل ما يكمل كلامه بيجي له ارخيميدس القابل على الحج ياهي عزام او القصة عبدالبالفي مش عيده لحد يعني المهم بالصحة اللي بيعرف انه هو جاي من المستقبل بيرد عليه انه هو يفضل معه في السير كوركوس دي ولكن هنا بتقول له ميتينك على ميتين ام سير كوركوس على ميتين ام بوليومورسوس على ميتين ام الانتكثيرة على ميتين اندي وبتستديله ساعتها بالبوكس وبتاعته ساعتها غزب لانه للطيارة مع المساحب بتاعها وبيرجعه البيت من تاني اندي بيصحى من الغيبوبة وبيشكر جدا البيت ان ارجعته البيت لانه كان ممكن يغير في التاريخ باللي هيعمله ده بيخش بعد كده عليهم عم بينا ساله احبوا بيفرح لما بيشوف ان اندي سليم بعد الرصاصة اللي هو اخدها ده وبس كده الفيلم بيخلص لحد هنا انا الصحة والله انا عايز برضو القلة دي عشان مفيدة وانا ممكن اخدها ارجع بالزمة قبل ما تشتلمي نفسها اخدها اولمي اوكا اينا عليتي ما ام اوكا اينا ارخذ نفسها حسنا الوما او الصحاب تلبي وصلت ازي النقطة فاحب اقول لك ان توتا توتا خلصت الحدوتة لا تنساش تعمل سبسكريب لايك كومن شيم تنساش تعمل الفولو كريم وسهما عشان هو اللي كاتل من السبسكريبت ده وتعمل فولو زياد محمده عشان هو اللي منشي الفيديو ده وتخش على التسكريبشن تحته هتلاقي خناة حدوتا جيميك فتعمل ده سبسكريب وهتلاقي قناة بتاعتي لها حسن فاتس فتعملات برضو سبسكريب وانت ماشي كده هتلاقي لينك خشي منه على قهوة حدوتا اشرب لك حاجة واستناني جوه وباوردوها من السبسكريب وانت قاعد ويبس كده جدا سلام عليك